ونصل إلى تونس والدعاء بالصوت والصورة تحت قبة البرلمان حيث خرج النائب سيف الدين مخلوف على الشعب التونسي وهو يحمل قرورة صغيرة في يده أكد أنها تحتوي على علاج فعال للمرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد مخلوف طعم حديثه بكلمات فرنسية ليبدو علمياً فالمشاهد الدواء مصبوب عند وزارة الصحة البارح تصبل وتعمل البروفين تاو تقريب منع شركة كتبناته باش عملوا البروفين تاو أباس بيو الدواء هذية لو كانت تتحرك وزارة الصحة تعال عالم كل شري من عن تونس بالطبع أشعر بخجل شديد وكدت أن أنقل الموضوع إلى فقرة زيف عشوائي حشمتنا يا سيم مخلوف وذكرتنا في سيكمون متاعك المرة اللي فاتت ما هذا الهراء الذي قلته وأدليت به؟ ما أذهلني أكثر من تصريحات النائب البرلماني هو الصفحات والحسابات المستمرة في نقل التصريحات العشوائية والفوضوية وغير المسؤولة ورغم أن وزارة الصحة التونسية كذبت الخبر ونفى معهد باستورا التونسي أيضا وجود دواء طبيعي تونسي أثبتت المخابر نجاعته في محاربة فيروس كورونا إلا أنه واصل الانتشار الأكثر من ذلك هو أن القرورة التي كان يحملها مخلوف في يده تحتوي على مكملات غذائية لا أكثر ومركب العقار نفى أنه صنع علاجا لمرض كورونا أصلا أما بالنسبة لعلاجات كورونا الحقيقية والتجارب المتعلقة بها فأنصحوا العضو البرلماني الكريم بمتابعة مشروع ريكوفري ترايل التابع لجماعة أكسفورد وهو أكبر تجربة من الأدوية في تاريخ الطب والمشروع هو من نفى صلاحية استخدام الكلوروكوين لعلاج المرض الناتج عن فيروس كورونا المستجد وهو من أثبت نجاعة الدواء الوحيد المستخدم إلى الآن في علاج المرض بفعالية وبالمناسبة المشروع يبحث في فعالية منتجات طبيعية من ضمنها مستخلص الأحلاح الخريفي أو السورنجان الخريفي أو حفر لمهر ويعرف بالإنجليزية باسم كولوشيسين وذلك لأنه مضاد للالتهابات وأيضا هناك تجارب على أدوية رخيصة ومتوفرة مثل الأسبيرين في الأخير كفاية غيبا لوعي الناس وقليلا من البحث والتحر قبل أن تحرجونا بين الأمم يا مخلوف ويا كمبال